اهلا وسهلا مردات ديالي كديرين لبثاليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير فأتم الصحة والعافية ان شاء الله الفيديو السابق هو كالتالي البنات بالنسبة للبنات اللي مازال ما شافوش ارجعوا الفيديو اللي قبل باش تبقوا هكا غادين معي في الروتينات مرتبين فهمتوا باش عارفوا شنو اللي درت شنو اللي مازال شنو اللي كنت موجد لي شنو هاتشي كامل غتلقوا في هذا الفيديو هذا اللي راني مصوره لكم دابا اليوم قدرت لكم واحد الفيديو تهو رائع البنات تهو حماسي اختي نوضي جبدي لي اختي الكوزينة ونوضي جبدي لي اختي الدنيا واليوم سوف نشارك معكم جاء البرودويات التي نستعمل الصراحة و دائما نعود نشرها في حال هذا المسر في البنات اخذيتهم من بيم رائع بالنسبة للانوكس او الصراحة يتلفلي الانوكس او الامينيو لا الامينيو المهم في حال هذا النوع البوطة فهمتوا انتو وما البنات كنت نشده كنت نخوي على الطبيعة اعرفت هذه الطاجين وعرفت الطاجين من اللي تخولك من اللصص وكيف يبقى طيب ارى البنات ترى وخها تحكي بالجيكس لا يبقى تقلع المهم انتو وما اليوم سوف نوريكم مباشرة هذا البرودوي كيف يستعمله وكيف يستعملوا مثلا البلاسة البنات التي تكون مصخة مثلا فيها لدام وقديم فهمتوا كيف لا يمكن ان البنات ترى واحد الحبيبات فيه حرشين يجب ان يتحييت عندما يدهنتوا على البوطة ونضعه على الجنب ونقضي شيئا اخرى ونرجع لهم من بعد بمثال الادام ونرجع لكم هنا سوف نقضي سورة البوطة ونقضي الجليدات سوف نضعهم في البانيو ونقضي لهم البنات هذا البرودوي الذي كنت شاركت معكم حتى هو خطير في ازالة الترصبات واليدام وذلك شيء كامل المهم هذا الشيء كامل كما قلت لكم لا يخطانيه من الكوزينة ديما نشريه ونعود نشريه بالنسبة لهذا هذا البرودوي او لا يمكن أن تقوم بمثال البوطة ولكن هذا يحيط هذا الشيء هذا الشيء الذي يقديم فهمتوا هذا طريقتي لكي نريد البوطة وهو غالبا من الذي نساليه في اواخر الليل نمسح البوطة لكي تبقى ديما نقية هنا سوف نرشد البرودوي عليهم ونجعلهم قليلا لكي البرودوي يدخل جيدا في الحديد لكي يتفاعل فهمتوني هذا صفي سوف نجعل الكوزينة لكي تجعل صفحي ليس لدي الفطر وهذا الشيء سوف ندوز البنات القصرية التي لدي عند أولادي ما سوف نقول لكم ما شاء الله عليهم وصافي شوفوا البنات أنا ما كنا من مور ماكينة وما كان جنحة لكي تجعل ماكينة أخرى كالدور المهم هنا أن يأتي تصافي كنجمالين فراشهم يسمعهم كما نحاول نعودهم على القديد يطوي 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 ويطوي يطوي ما نقول لكم اليوم سأريد كل مرة في السمانة نحاول الفراش لكم لا أعلم لديهم يطوي تدفع في الليل وصدت كل مرة في السمانة على الأقل نحاول هذا الفراش ومع المهم الذي أخذت مع غزل أو غزل يعني غزل بالشاب صراحة جميعين ومع المهم ومع المهم بعد مرة الحال يكون مبين ومع المهم ومكره البنات يطوي هذا الأورنج أو الفرق سوف يفتح جيد ومع المهم ومحمق أغلب الأورنج الذي سنقلب سافي قد أعطي النوامس لكن البنات تبعون تبعون من بيتهم ومع المهم أعلم كيف كيف أدرك 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 مجرد هذا أدرك 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 أنهم مقلك وتبعiels بحق رماني أدرك سافى يجب عليهم التقاشرات اذا كان لديكم بأنهم يمكنهم التقاشر و كيف ترغبهم تقاشر و عندما يتطوئين يجب عليهم التقاشرات سوف أقول لكم سافي هنا مباشرة و لقيتهم السخ و في الماكينة الماكينة ترى أي تفاصيل و أي معلومة لها كنت أصورتها لكم في الفيديو و كل شيء يجب التدقيق فهمتوا؟ فهمتوا؟ هنا أصورت الماكينة و هذه البنات تأخذتهم من بي و لا يخطاني و يجب علي الحويجات فيهم ريحة جميلة و لا يجب عليهم ريحة الصابون و لا يستر المهم بالنسبة للحويجة سوف نضع الحرارة 40 إذا كانوا نضع الحرارة يجب علي الحرارة التي تضعوا الرواسب والتسبغات التي يكونوا في الحويجة هنا الماكينة ترى هذه الدورة جديدة التي أردت و كانت مسحة الغبرة و هذا البنات تهو من بيم يجب عليهم أن يخلصوا الصراحة هذا الخل خاطرة البنات تجاجة من بره و كل شيء كل شيء و كل شيء كانت مزحة و كانت مزيف و كانت مزيفة و كانت تنظيف البنات عن تلاجة و تلاجة و تلاجة و تلاجة و تبقى حل سد و تكون مزيفة و تلاجة و تلاجة و تلاجة و تلاجة و لا تلاجة شيء نهائي بل تلاجة هنا البنات تجاجة و تلاجة و ترى نتيجة سوف نقول لكم روعة كيف يرجع الجاج او الفران او كيف يرجع بريء اما لو كان البنات لا تستخدم شيء و لا تقليل ايضا فاستعملوا قالوا هذا هو الولد اكرا الشاش وحاولوا الناس الحساسية يبعدوا منه حيث صعيب شوية هذا اللي سوف نقول لكم صعيب بزفرة انا لم احسي لولا اتخنقت شوفوا البنات اللمعة التي رجعت في الماكينرة لا يمكن ان ترجع بحلة جديدة هذا الشيء رخصنا كل مرة ندخل الكوزينة نعود ان نسحوا بشيء ما يتراكم شعلينا و صعفي صعفي البنات هنا كنت تسهلة لي الصراحة القادية كنت قدوز من حاجة لحاجة فهمتوا هذا الشيء اللي قلت لكم من الاحسن بقود دلوات الشيء تقريبا على الاقل واحد مرة في يومين بشيء ما يتراكم شعليكم هانتم البنات شفتوا هذا الخرقار ارطباركم عارفين محرشا ما هي ديال السلك مواله عادية وشوفوا ترصبات البنات كيف يتحيدوا لي بسهولة هذا الشيء انا قلت شوفوا اخواتي انا يرى ما كنت ندرس الاشهارات بالمقابل و هذا الشيء اصلا ندرسه بالبال فقط انا كنت بغي نساعد الربات البويوت بحالي بشيء حاجة اللي ستتعاونهم في الكوزينة بشيء حاجة اللي ستسهل ليهم الخدمة هذا ما كان هانتم ما شوفوا لي البنات هذه الطبعة رابطات كنت تحيد وبسهولة صراحة و شوفوا معي كل الفيديو من الأول و تلخر والبنات اللي كنت تستعملوا هذه الطبعة تقولوها في كومنتر نشوفوه بحالي و هذا ما كان هذا اول هدف من هذه الروتينات و من هذه الفيديوهات سوفكم عارف ان اخذ الفيديوهات كيف تشوفوا هابطين مع ذلك انا مستمرة يعني انا ما ارجعني اخلاص من اليوتيوب او لا سوفكم عارفت و اليوتيوب بحل لك يعاوني على النفسية ديالي والسلام عليكم و خليكم مع الفيديو اشتركوا في القناة 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 وحدة وحدة ورق الحمام بحال هكذا ونضع لك العوينة الأخرى فهمتوا؟ إذا كانت الجهة اللي سنرجع القدام لا سنضع فيها ورق الحمام ها أنتم لم ترونه؟ هكذا سنضع ورق الحمام دابا سنضع وحدة أخرى من الداخل فهمتوا؟ هكذا وحدة آه وحدة الله فهمت؟ وحدة آه الداخل وحدة بره الله و هكذا سنكمل كل شيء بطريقة و سنوريكم كيف يجب في الشكل النهائي ترجمة نانسي قنقر أردو هذا هو الشكل من الأبناء يجبون منظر رائع كانون مستفين بالنسبة لبناء اللي لا يريد أن يكون فروق من الوسط أو يبين فهمتوا الطريقة قدموا فق واحدة و همهتون منظر رائع بالنسبة لبناء اللي عندهم الريدو كبير او لا يأتي بشكل مقاددين نرى هنا يأتي بشكل مقاددين مع الخياط فهمتم وفكرة صراحة انتمنى انها تعجبكم واجربوها ستأتي رائعة جدا ثم سوف نشرح لكم لكي ترى على عينكم الطريقة كيف كانت وصافة البنت هنا لا تفرجت مدر التحاجة لكي تسمى المعلمين يأتي بشكل قادلية بلسط العصيات لا ترى اختي شراجة وشعيل وفكرة البنات الخوامي ستشاهدون معي قلوا لي البنات انا اريد ان اضع لكم في الصالون هي الطريقة قلوا لي في كومنتر نصور لكم او لا احتجب الطريقة ان شاء الله صراحة لا اردت حاجة اريد ان اضع لكم المهم لا اردت حاجة لكي لا اردت حاجة سوف ينوفي هنا في اواخر ليلة خزامة لكي تبقى حزوينة في الدار وضعت البنات أسهل حاجة انا اضع لهم اضع لهم اضع لهم وضعت لهم اضع لهم اضع لهم وضع لهم لكي لا يأتيكم لما يأتيكم اضع لهم اضع لهم اضع لهم اضع لهم اضع لهم اضع لهم لا تنسوا لي لايك شكرا على المشاهدة السلام عليكم